موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في جولة جديدة من برنامج كوشكو الصحافة لنطالع فيه أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية في أعدادها اليوم وأيضا من المواقع الإخبارية نبدأ تقرير خاص يحاول موقع موقع بوست الإجابة على هذا السؤال ماذا يعني سقوط جبل جالس بيد الميليشيا الإنقلابية ينقل الموقع عن مراقبين قولهم إن تضحية الميليشيات وإصرارها على السيطرة على المنطقة عائد لأهميتها الاستراتيجية حيث تطل على قاعدة العند رمزية جغرافيا الجنوب العسكرية ويؤكد المراقبون أن قاعدة العند ليست وحدها الهدف الذي تسعى خلفه الميليشيات فسقوط المنطقة يعني كذلك تهديد حقيقي لخط عدن تعز والذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يغذي المدينة المحاصرة وهو ما فشلت في تحقيقه عبر اشتياح مدرية الوزعية قبل أشهر وينقل الموقع عن العقيد الركن عبد العزيز المجيد رئيس عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قوله إنه بالإمكان مشاهدة مدينة عدن من على سفح الجبل ومع ذلك فهم لا يستطيعون تهديد حتى قاعدة العند القريبة بالنيران إلا بواسطة الصواريخ الباليستية وهو ما يصعب إيصاله إلى قمة الجبل لكن مجيدي ينبه أيضا إلى أن الخطورة تكمن فيه السيطرة على جبل ياس المجاوري وفي حال تمكنت ميليشيات الحوثي والمخلوع من السيطرة عليه بحيث سيكون بإمكان الميليشيات استهداف ليس العند وحسب وإنما العاصمة المؤقتة عن النظرا لتوفر طريق إلى أعلى قمة هذا الجبل إلى موقع التغيير نتو الذي عنونا في صفحته الرئيسية وقال الميليشيات ترتكب مجزرة جديدة في تعز يقول الموقع في التفاصيل ارتكبت الميليشيات الإنقلابية مجزرة جديدة بحق المدنيين في محافظة تعز جراء قصفها العنيف بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة على عدد من الأحياء السكنية بما فيها وادي المدان السكني والضباب أضف الموقع الميليشيات الإنقلابية المتمركزة في تبة صفتيل وتبة السلال قصفت أحياء متفرقة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهون كما عنوان الموقع عن البيضاء مقتل رجل مسن برصاص الحوثيين في قرية الزوب في قيفة رداع تحذر اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان من خطورة تمرير أي اتفاقات تمنح الميليشي اعترافا بالإنقلاب وتجعلها طرفا في معادلة سياسية تستطيع الإنقلاب عليها مجددا وتضيف توكل كرمان في مقالها المنشور في أكثر من موقع إخبارية الأمم المتحدة اختارت أن تلعب دور الوسيط المحايد فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن ولذا فإنها حصرت عملها برعاية حوار يفضي إلى اتفاقات توافقية مثل هذه الاتفاقات التي لا تهتم بمعرفة من الظالم أو المظلوم ومن المعتدي والمعتد عليه بالضرورة ستشرعن للإنقلاب ليس المهم الآن هو الاعتراض لماذا اختارت الأمم المتحدة أن تلعب هذا الدور فقد حدث ذلك في أكثر من مكان وأكثر من زمان ولأسباب تتعلق بالتوازنات داخل مجلس الأمن والمنظمة الدولية ما هو أهم من ذلك؟ التأكيد أن من سوف يشرعن للإنقلاب هو وفد الشرعية حين يقبل بالتوقيع على تسويات تشرعن لإنقلاب الميليشيا وتمنحها المشروعية لاستمرار سيطرتها واستحواذها على الدولة اليمنية لأن التسوية مرهونة بموافقة الطرف الإنقلابي عليها ولأن الرعاة سيظل محايدين بعد التوقيع على التسوية كما كانوا من قبل الإنقلاب وأثناء المشاورات ولأننا من واقع التجربة وجدناهم ينقلب على الاتفاقات قبل أن يجف مداد حبرها ولذلك وفق مثل هذه التسوية لن يتم سحب أسلحة الميليشيا ولا انسحابها وسيظل المخلوع بحصانته وأرصدته ونفوذه وحرسه لن يكون هناك عدالة وإنصاف للضحايا ولن يكون هناك ملاحقة وعقاب للجنات ولهذا نقول أن مثل هذه التسوية لا تستعيد الدولة بل تمنح الإنقلاب عليها الشرعية والمشروعية مثل هذه التسوية حتى وإن نصت على سحب الأسلحة والانسحاب من المناطق وعلى إجراءات بخصوص وضع حد للمخلوع فليست ثمة ضمانات لتنفيذها لا نستطيع الرهان على الرعاة لأنهم كما قالوا مرارا وأثبتوا دائما محايدون ولا على التزام الطرف الإنقلابي فمن واقع التجربة لديهم أسوأ سجل في نقض الاتفاقات هناك ضمانة واحدة نستطيع أن نرهن عليها وهي التي تحدد فيما إذا كانت التسوية إنهاء للانقلاب أو شرعنة له أن يتم عمليا سحب أسلحة الميليشيا والجماعات المسلحة وانسحابها من جميع المناطق ووضع حد للمخلوع وحصانته وأرصدته وأسلحته وحرسه أولا وقبل كل شيء مشاهدين عدن تايم نذهب إلى صفحته الرئيسية عنوان الأجهزة الأمنية تضبط قائد عصابة للتقطع في شبوة قالت التفاصيل إن الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة ضبطت أحد كبار المتقطعين المطلوبين أمنيا وتم إداعه سجن البحث الجنائي قال مصدر أمني لعدن تايم اشتباكات انجلعت بين أفراد الأمن وبين متقطعين في منطقة الرمضة عقب استحداث نقطة تقطع لسلب ونهب المرة يتابع الموقع الجدير بالذكر أن إدارة شرطة محافظة شبوة في الأيام الماضية في الأيام الماضية تلفت طلقت عفوا من المواطنين بلاغات مماثلة إفادة بوجود محاولات ابتزاز وتقطع للمرة يفيد الموقع أيضا رغم شح الإمكانات ومحدودية الإمكانات فقد قام مدير عام شرطة محافظة شبوة بعمل خطة لتأمين الطريق وعمل على ترتيب دوريات واستحدث نقاط أمنية لحماية المرة موقع يمن مونيتر علق في صفحتي الرئيسية وقال زحف الصحراء يهجر عشرات الأسر اليمنية من قراها في تاعز يقول الموقع من تبقى من أهل عزلة المشالحة التابعة لمدرية المخى غربية محافظة تاعز يصارعون من أجل البقاء على أراضيهم بعد أن حلت بهم كارثة طبيعية شرطت تسعين في المائة من السكان البالغ عددهم خمسة عشر ألف نسمة يتابع الموقع باتت عزلة المشالحة البالغ مساحتها أربعون كيلو متر بالغ مساحتها أربعين كيلو متر صحراء قاحلة لا مكان لعدة الزراعة ولا حامل لما تبقى من آبارها بسبب زحف الرمال الصحراوية والرياح المسلمية الغربية يتابع يمن مونتر هذه الرمال حاولت الأراضي أثراً بعد عين وأجبرت الأهالي على النزوح إلى مناطق أخرى أكثر أمناً أتدرون متى ستنهض أبيان؟ تحت هذا السؤال كتب فهد البرشاء مقالاً ونشره في موقع الأمناء وقال الكاتب أبيان لن تنهض بنقاشات الواتساب أو منشورات الفيسبوك أو ثورة مقايل بل ستنهض بصدق مدرائها وموظفيها وهم في مرافقهم ومقار أعمالهم وهم يزاولون أعمالهم دون تكاسل أو تخاذل أو تهرب أما ما دون ذلك فهو مجرد ضحك وترويح عن الأنفس والضمائر الزائفة أعلنوها ثورة على أنفسكم وعلى ضمائركم فإن استطعتم أن تتغلبوا عليها وتعيدوها لجادة الصواب والصدق أدمن لكم أن أبيان تتنهض بسواعدكم وضمائركم الحية ولكن أن تتركوا المكاتب خاوية والإدارات فارغة والمرافق مهملة والموظفون كل يغني على ليلاه وتتقاسمون كعكة الفساد ثم تتغنون بحب أبيان وعشقها وتسعون لأن تحيوها وهي رميم مستحيل لن يحدث ذلك إلى متى ما كانت طمائركم حية وأداميتكم تسكن جوانحكم إلى موقع صهاريج نيوز عنوان في صفحته الرئيسية مسلسل الاغتيالات يعود إلى مدينتي زنجبار وجعار في أبيان تقول التفاصيل عادت من جديد مسلسلات الاغتيالات في مدينتي زنجبار وجعار محافظة أبيان بعد أشهر من انسحاب عناصر أنصار الشريعة يتابع الموقع رغم خروج أنصار الشريعة من زنجبار وجعار وفق وساطة قبلية وتسليم المدينتين إلى أن الدرجات النارية عاودت حصد أرواح العديد من الشخصية والضباط وقادات في الحراك الجنوبي وقال مواطنون لصهاريج نيوز إن اغتيال القيدي في المقاومة الشعبية المحامي عبد الله علي اليزيدي أثناء تواجده وسط سوق المدينة هو رابع اغتيال وسط جعار خلال الشهر الجاري وبعد اغتيال أمام مسجد الباز القيدي في المقاومة الجنوبية ياسر الحموم الذي لعب دورا كبيرا في التصدي لميليشيا الحوثي وصالح في أبيان عام 2015 ووفقا للموقع فإن المواطنين يتساءلون عن المستفيد من هذه الاغتيالات التي طالت أيضا العقيد عبد الله الحيسي بالقرب من سجن الكود إلى موقع الوحدة وينت عنوان في صفحته الرئيسية مكتب الزراعة في مأرب يحذر من وصول أسراب الجراد إلى المحافظة أكد مكتب الزراعة في محافظة مأرب أن هناك أسرابا كبيرة من الجراد قادمة من شبوى وكذلك من العبر وغويربان حيث تشكل أكبر نسبة تواجد للجراد في منطقة العبر وغويربان وقال مدير مكتب الزراعة المهندسي فالولص للوحدة وينت منطقة العبر وغويربان تعد مناطق لتكاثر الجراد وهذا يشكل خطرا كبيرا على القطاع الزراعي وخصوصا مزارع الحمضيات في مدريتي الوادي والمدينة الذي يشكل نسبته 74% من إنتاج الجمهورية أضاف الجراد يعد من الآفات التي تقضي على المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة إلى جانب الحمضيات والسدر وغيرها وهذا يتطلب وقفة جادة من قبل السلطة المحلية في محافظة مأرب لمساندة ودعم جهود مكتب الزراعة كما طالب المنظمات الدولية التعاون مع المكتب في مواجهة أسراب الجراد القادمة صوب محافظة مأرب من شبوى وحضر موت وقبل أن نطالع وإياكم ما تقوله الصحافة العربية اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا من جديد نصحبكم مشاهدين في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها البداية من الصحافة الكويتية نقلت صحيفة الراي في إحدى صفحاتها عن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي الذي قال 12 مليار دولار في المرحلة الأولى تقييم لأضرار الحرب كشف الوزير عن إنجاز المرحلة الأولى لتقييم أضرار الحرب التي شملت ست محافظات يمنية مبينا التقديرات الأولية لهذه المرحلة تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي وأوضح المرحلة الأولى اقتصرت على ست محافظات يمنية هي ثلاث محافظات جنوبية شرقية وثلاث محافظات شمالية غربية مبينا أنها ركزت على ست قطاعات رئيسية من أهمها الصحة التعليم الكهرباء المياه أشار الوزير الذي يرأس اللجنة العليا لإعادة الإعمار إلى أن مسوحات المرحلة الأولى التي قامت بها الحكومة اليمنية بالشراكة مع جهات وخبرات دولية من الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أظهرت أن الأضرار التي حصلت في اليمن خلال عام تفوق بمراحل ما حدث من تدمير في سوريا خلال خمس سنوات من الحرب الطاحنة وأفاد الوزير تقييم الأضرار يتم باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة والأقمار الصناعية الحديثة والمسوحات الجوية إلى صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن قائد لواء شبام في المكلة العميد سليمان بن غانم قال إن الفرق الخاصة بالتعامل مع الألغام والمتفجرات من قوات الجيش والتحالف قامت بإطلاف محتوى ثلاثة تجمعات للألغام والمتفجرات المقدرة بعشرات الأطنان لافتا إلى أن المتفجرات كانت تجهز لاستهداف المقار والنقاط العسكرية التابعة للجيش بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة المكلة صحيفة عقاب السعودية في صدر صفحتي الرئيسية قالت الحكومة اليمنية تتعهد بعدم السماح للانقلابيين في إهدار المال العام تقول الصحيفة في التفاصيل تعهدت الحكومة الشرعية في اليمن بعدم سماحها للانقلابيين بالاستمرار في العبث بالمال العام وبإهداره لخدمة ما يسمى بمجهودهم الحربي وأكد رئيس الوزراء أحمد عبيد من دغر خلال لقائه في محافظة لحج بعدا بالدكتور ناصر الخبجي أن الميليشيا الإنقلابية ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية ما زالت تسيطر على البنك المركزي اليمني وتهدر المال العام تحت ما يسمى بالمجهود الحربي وتعبث بمقدرات الشعب اليمني وأن الحكومة لن تسمح باستمرار مثل تلك الانتهاكات وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني جدد تأكيده بأن السلام الدائم والعادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب الميليشيا الإنقلابية من المدن وبتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية وإطلاق سراح المعتقلين اليوم يعيد التاريخ البريطاني نفسه تحت هذا العنوان كتب جهاد الخازن كاميرو سأل من سيسعد إذا تركنا الاتحاد الأوروبي وأجاب بوتين وأبو بكر البغدادي أسأل أنا لماذا يسعد البغدادي هل هو غاضب على توزيع حصص صيد السمك بين دول الاتحاد زعم حزب الاستقلال البريطاني وهو مؤيد لانسحاب قال إن ملايين المهاجرين سيتدفقون على بريطانيا وبينهم من يتحرشون بالنساء أو يمارسون الإختصاب بوريس جونسون الذي يقود جناح الانسحاب قال إن دعوة باراك أوباما للبقاء في الاتحاد الأوروبي ربما كان سببها أصله الكيني وحقده على الاستعمار البريطاني الهجرة موضوع مهم فهناك مليونان أو أكثر من العاملين في بريطانيا اليوم وهم من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي غير أن هناك مليون بريطاني يعملون في دول الاتحاد الأوروبي طبعا إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد فهي تستطيع الحد كثيرا من هجرة العمالة الأوروبية والمهاجرين من سوريا وغيرها إلا أن بريطانيا عاصمة مالية عالمية تنافس نيويورك وكل ما قرأت عن هذه النقطة يقول إن الانسحاب يعني أن تترك البنوك الدولية لندن ما ينعكس على الاقتصاد البريطاني الانسحاب يعني إغلاق الباب في وجه بريطانيا وهبوط سعر الجنيه مقابل العملات الرئيسية صحيفة البيانة اليمراتية عنوانة الزياني يقول لا حلول يمنية خارج المرجعيات تقول الصحيفة أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف الزياني أن حل الأزمة في اليمن يجب أن يكون في إطار المرجعيات الأساسية للمشاورات المتمثلة بتنفيذ القرار الدولي 22-16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأيضا خلال زيارته إلى الكويت في سبيل الدفع بمفاوضات السلام والبحث في آخر مجرياته فيما جدد المتمردون عرقلتهم للمحادثات بمناورة متكررة عبر زعمهم التمسك بتقرير مصير مؤسسة الرئاسة اليمنية في خرق واضح لأجندة المحادثات القائمة على المرجعيات المعترف بها دوليا عنوان آخر للصحيفة مجزرتان على أيدي الإنقلابيين في إب وتعز إلى صحيفة العرب الجديد عنوان في صدر صفحتها الرئيسية اليمن المعارك تقترب من العند والشرعية ترفع حالة التأهب تقول التفاصيل تشهد مناطق القبطة التابعة لمحافظة لحج معارك عنيفة بين المقاومة وميليشيات وقوات وتحالف الإنقلابيين بعدما سيطر الإنقلابيون على جبل جالس الاستراتيجي المطل على قاعدة العند العسكرية والتي يبعد عنها خمسة وأربعين كيلومتر وحذر الخبير العسكري اليمني محسن خصرف من تجاهل الحكومة الشرعية والتحالف العربي للمعارك الدائرة في مدرية القبطة الرابط بين ثلاث محافظات عدن، تعز، لحج وقال يجب أن لا تبقى القبطة تحت سيطرة الميليشيات وإذا وصلت الكاتيوشة هناك فالأمر خطير وهذه رسالة للحكومة والتحالف مصدر ميداني في جبهة القبطة أكد للعربي الجديد أن مواجهة عنيفة تدور في مناطق الرماء وهي مناطق قريبة لجبل جالس الاستراتيجي مشيرا إلى أن سيطرة ميليشيات المتمردين على جبل جالس كلفها خسائر في الأرواح والعتاد إلى ذلك أوضح مصدر عسكري للعربي الجديد تتابع سقوط المواقع بيد الإنقلابيين في منطقة القبيطة سيهدد معذكرات صلاح الدين وقاعدة العند التي باتت تحت نيران صواريخهم نار التاريخ ورماده تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقالا ونشره في صحيفة الخليج وقال منصور تمر الشعوب أحيانا بمراحل يتراجع فيها هاجس المغامرة فتصاب بكسل ذهني بحيث يصبح كل شيء في حياتها رتيبا لفرط التكرار وكما أن لكل حضارة ربيعها فإن لها خريفها أيضا الذي تتساقط فيه إضافة إلى الأوراق مفاهيم وقيم وحين بلغ الرومان مثل هذا الانسداد في أفق حضارتهم انتصرت غرائزهم على العقل وأصبحوا يعيشون ليأكلوا وليس العكس وتكرر هذا الحال مع حضارات أخرى سادت زمنا ثم بادت لأنها أكلت نفسها وفقدت الحوافز التي تؤهلها للاستجابة للتحديات سواء كانت من الجغرافيا أو التاريخ وقد أسس واحد من أبرز مؤرخي عصرنا هو أرنورد تومبي نظريته في فهم التاريخ على هذه الثنائية فمن استطاع الاستجابة والتأقلم عاش واستمر ومن قصر في ذلك أصابه الضمور وانتهى إلى الإضمحلال وفي المثال العربي ما يكرس هذا الفهم فتاريخنا شأن التواريخ كلها مر بحالات مد وجزر وربيع وخريف وأبهى ما ورثناه هو نتاج ربيع تاريخي ازدهر فيه الإبداع وكفئ فيه المبدعون ولم يعاقبوا لكن الفترات الرمادية كانت على العكس تماما لهذا حين نعود لقراءتها تصيبنا عدوى الخمول لبعض الوقت بهذا القادر من الصحف العربية مشاهدين نتون قد وصلنا وإياكم إلى ختاب كشك الصحافة وحتى ألقاكم مرة أخرى في أمان الله وحفظه نتابع سويا ماذا رسمت الفرش اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر